طيب حاجة ثالثة وأخيرة قبل مطلع الفاصل الأستاذ عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على دارة المسابقات كان قدل بتصريحات مهمة جداً امبرح أولاً نتكلم على نظام الدوري وقال لدوري المجموعتين مرفوض تماماً وأنا أتفق معاه في هذه الجزئية لأنه فعلاً دوري غير عادل وبيقلل من القيمة التسوقية والإعلانية للدوري فبالتالي هو شايف أنه هيقدم مقترح أن الدوري يتلعب دوري من دور واحد دوري من دور واحد يعني هما دلوقتي 18 فريق كل فريق هيلعب 17 مباراة كل فريق هيلعب 17 مباراة طيب بعد كده هتاخد أول تمانية تعمل بهم تصفية أو مسابقة على مين هو بطل الدوري وبعد كده تاخد كمال الفرق الأخرى اللي هما التمانية اللي في المراكز الأخيرة تعمل بهم دورة لتحديد الهابتين ولكن لما تخلص الدوري الأول اللي هو دوري من دور واحد الدورة الأخيرة أو التصفية النهائية مع سبع عندي أخرى وبالتالي يلعبوا مع بعض مباراة من دور واحد يعني أنت هتلعب في التصفية النهائية 8 فرق كل فريق هيلعب 7 مطشات فيبقى لعب 7 مطشات ولعب 17 مطشات التوتل كله عدد المباراة 24 لقاء ولكن عدد النقاط اللي حققتهم في 17 لقاء هتطلع بيهم مع السبع مباراة في دور التحديد بطل الدوري تكمل بقى على الخمسين، تلاتة وخمسين، ستة وخمسين، خمسة وخمسين على حسب عدد النقاط اللي تحققهم وفي النهاية يكون في بطل الدوري ونفس الأمر في تحديد الهابتين دي وجهة نظر والاقتراح اللي هيقدمه الأستاذ عامر حسين في اجتماع الربطة اللي لسه مش عارفين هيكون إمتى طيب، اتسأل كمان هل ممكن يتم التصور ده ويتطبق؟ قال لهم أنا أعرض الأمر على ربطة الأندية والربطة هتتواصل مع الأندية ونشوف القرار النهاية معلوماتي إن أندية كتيرة جداً رفضة أصلاً فكرة دوري من دور واحد عايزة تلعب الدوري بنفس النظام الحالي دور أول ودور تاني طيب، سألوا الأستاذ عامر حسين كمان على نظام بطولة كأس السوبر المصري للأبطال ما فيش حاجة اسمها كأس النخبة على فكرة فيه حاجة اسمها كأس السوبر المصري للأبطال كأس السوبر المصري للأبطال هيكون من خلال مشاركة أربع فرق ده تبقى لتصرعات الأستاذ عامر حسين والغاية دلوقتي هتستم مش عارفين من الفرق اللي هتشارك فيه البطولة لغاية دلوقتي طيب، سألوا لماذا لا يرد اتحاد الكرة على الأهلي بشأن تحديد موعد كأس السوبر المصري ردوا قال قال هناك عدة أمور غير واضحة حتى الآن لا أعرف سبب تأخر الاتحاد الأفريقي في عدم تحديد أمور متعلقة بالمباريات الأفريقية قال نظام بطولة السوبر سواء بنظام خروج المغلوب أو في شكل دورة مجمعة ده لسه ما اتفقناش عليه قال فيه ارتباطات كتيرة جدا للأهلي خلال الفترة اللي جاية فمستنيين حياة كتيرة تتضح في الفترة اللي جاية تصريحات المسؤولين في الاتحاد لغاية دلوقتي أنا شايفها يعني تصريحات دبلوماسية مش يعني تصريحات قطعة تقولك فيه قرار بكذا هنعمل كذا كأس السوبر القديم وضعه كذا هنلعب الكأس الجديد بالوضع كذا الفرق المرشحة في كأس السوبر الأبطال كذا وكذا وكذا لا الكل بيحاول يهرب من الإجابة ومحدش عايز يبعث للأهلي موقف رسمي خلال الفترة اللي جاية ليه؟ أعتقد الأيام اللي جاية هتكشف عن تفاصيل كتيرة وده أكبر دليل يؤكد لاتحاد القرى لغاية دلوقتي ما خدش قرار ما خدش قرار في عقوبة الفريق اللي انسحب من مواجهة الأهلي في السوبر الماضي اللي جي شارك مداله بيراميدز ولعب أمام الأهلي وفاز الأهلي عليه في بطولة السوبر على أستاذ محمد بن زيد في أبو ظبي طالما ما فيش عقوبة هنعرف ليه الاتحاد مش قادر يرد الأمر واضح يعني آخر حاجة التصريحات اللي أستاذ عامر حسين قال وده بقى كانت غريبة بالنسبة لي ان التصريح اللي قاله ده أصلا مش صح خالص قال لك رئيس الكاف فكان صرح وقال ان اللي هيشارك في الدور الأفريقي اللي هيشارك في الدور الأفريقي سيبدأ دور الأبطال من دور المجموعات وسيتم إعفاؤه من الدور التمهيدي التاني أستاذ عامر حسين بيقول رئيس الكاف قال كده لكن أستاذ عامر بيقول ان هو فوج بمشاركة الآلة في الدور التمهيدي التاني هو أولا رئيس الكاف مش دفاعا على البترس مونسيبي بس رئيس الكاف والله ما صرح بقال الكلام ده احنا اللي قلنا الكلام ده احنا كمعلومات قلنا الكلام ده والكلام ده كان من مسؤولين في الشركة الإيطالية اللي عملت اجتماعات مع الأندية خلال الزيارات اللي تمت في الشهور اللي فاتت وانا سألت حتى في الشركة الإيطالية على موضوع ازاي الفرق اللي هتشارك في السوبرليج هتلعب دوري أبطال قال الفرق اللي هتشارك في السوبرليج هتلعب من دور المجموعات على طول دكتور هنقدمه للكاف ولكن الرئيس الكافي حاج عامر ما قالش الكلام ده احنا هنا اللي كنا دايما بنقول المعلومات دي لغاية لما نشوف القرار الرسمي والقرار الرسمي اللي طلع بدل ما يعفل أندية من المشاركة في الأدوار التمهيدية راح لغى ملحق الكونفيدرالي عشان يدي فراغ في الفترة دي لإقامة السوبرليج وفي نفس الوقت عشان يبقى فيه تكافؤ فرص فكل الفرق تلعب من الأدوار التمهيدية الأولى إن ينبى لعب الدور التمهيد الأول خرج على فكرة أمام أهل بنغازي الأهل هي لعب الدور التمهيد الداني زي الوداد زي الترجي زي سانداونز يعني كل الأندية عشان تكافؤ الفرص فكانت معلومات واقتراحات ولكن رئيس الكاف ما صرحش بيها يا حج عامر ده بس للتصحيح وإحنا بنستعرض تصرحات الأستاذ عامر حسين